في حد شتمني في حفلة من كتر ما انا جامد اللي هو اشتيمة بالأم وهو بيصرخ كده ويف قدامي كده قدامي روح قاعد يصرخ كده اللي هو مالعظمه فده كان اغرق اللي هو انا بتشتم بس في نفسها بش عارف اخدها كومبليمنت ولا اخدها اللي هو انت بتشتمني كنت بسمع النيو ويف ويكزو ما رام بابلو مش عارف ايه وبتاعه مبسوط باللي بيحصل جدا بعد كده سمعت تراك لتوتي اسمه ساي كوب اه تراك دخل الدماغي وحاصلت كده اللي هو ايه ده فيه طايب حلوه انا ومحدش مستغله خالص فبس فقررت بقى اعمل ترانزيشن بالال انا كنت بعمله وابتدي اشتغل اكتر علي صوت مصري جديد حلو كنت قاعد في الويلي تمام وضربت في دماغي فاكرا كده الساعة واحدة بالليل كده انا بحب تراك العبدالشيطان الاصلي جدا بس ما عمله انا صغير يعني التجرب يمكن يطلع عليه حاجة ففصلت الفوكالز كده بالحب وبدأت أحط حاجات من عندي لحد الساعة 3 مثلا فضلت ماركونة 3-4 شهور مثلا عليها 3000-4000 بلاي وكي حد عمل ميم على فيسبوك بعكال الدنيا كلها قلبت بقى بعدها الهان بيجي بس من التحدي يعني ان في حد بيتحديني هو مش عارف هو حد ما يعرفنيش في قارة تانية في أوروبا ولا أين كان ولا في أسيا وبتالي عمل حاجة فأنا بخدها لو أنا حبيتها واسمعتها وحبيتها بخدها كأنها تشالنج لها إن أنا أعمل حاجة أحسن منها يعني إزاي أنا عندي بلاي لست فيها عشر أغاني مثلا أنا بحبها جدا ومش عارف أعلي عليهم طبي في عيدتي كابرودوسر دلوقتي لو أنا عارف إن فيه ناس أجمد مني الحاجات الحلوة اللي حصلت مثلا إنها بقيت مع البترول دي حاجة جميلة جدا ناس مهتمة إنها تنفيست في حاجة جديدة شكرا منحة أفوق فأنا كان عندي فكرة إن أنا أروح محافظة هنا أقعد فيها حبة أفهم الفايب اللي هناك أعمل إزاي أخده أحاول أطلعه هو أصلا لوحده من غير ما أنا فكر فيه هيطلع في المزيكة يعني مش لازم حتى أفكر أنا لازم بس أعيش هناك هنحاول نبعد عن القاهرة على قد ما نقدر عشان خلاص يعني القاهرة اتهرت حاجات زي كده ناس كتير مش عارفة الأحياء الشعبية اللي في محافظات تانية شكلها عامل إزاي عايزة ترشتها عشرة تركات مع مولوتوف تانيس عايزة نعمل ألبوم أساساً كده يفضل بقى يتسمع لحد عشرين خمسين ولا حاجة فهماني تريد مارك كده في السينين المصري ده ألبوم للناس الرائع وألبوم ترات سيرات ده شيء أنا عادي بنحط فيه من زمان فهلو إنو طلع للنور أخيراً باعدة ما أي حاجة ثانية حلو إنو طلع أنا بقعد إسمعه برقص علي الوحدي أصلاً ترندنج على تيك توك بالعسل دي حاجة بقى دي اللي هو أشطى عرفنا نصل للأجيال الصغيرة عشرين اتنين وعشرين عايزة أعمل كورس بس الكورس هيكون مركزة أكتر على أن أنا أعلمهم إزاي أفتحوا دماغهم أكتر مش بس لحاجات التكنيكي عايزة أطلع بره بقى طلع بره ملكتش طيارة في حياتي عايزة أركب طيارة بس بك هسافر من القاهرة لأسوان ولا حاجة بطيارة بس عشان أركبها آه ده طموحي وعايزة أجرب قطر النوم